ايه بقى اللي ممكن نعمله في دخول بقى الشتاء وكله جاي من مصايف والبشا هو احنا عايزين نعرف البقع البني دي خمس ستة انواع يعني مش كل حد عند بقع بني يبتدي يعالجها على اللي انا هقوله ضروري نعرف سببها الاول ودي مهمة خاط يعني الاول بقع البني احسن نتيج اسباب وانواع اسباب وانواع وكلمة دي مهمة خاط وعمرنا ما قلناها كده انما ضروري الناس تفهم معنا يعني النوع النوع البقع البني دي جاي منين هل هي ابتدت بقع بني من الاول زي الكلف اللي هنا ده دي اول نوع هل بتزيد مع الشمس ده نوع تاني هل كان لها لون وغير كانت التهاب ساب بعدي بقع بني شوفوا الدنيا علشان نبقى ماشيين سيستماتيك زي با فيقوله هل هي حبوب الشباب طفت وان بعد ما راحت سابت لنا بقع بني يبقى هل هي كانت احتكاك تحت الادين هنا كده وراح الاحتكاك وسابت بقع بني اخر حاجة ده انا كنت بعمل ليزر يا دكتور عاصم بنشيل الشع شال الشع وتبقى بقع بني يبقى البقع ساعات هي من الاصل طلعة بني او كانت احمر وقلبت او كانت حبوب وقلبت بني ودي كلها ضروري تختلف باختلاف اللي انا هقوله ده وفي حاجات جديدة جدت هقول العلاج الزي ممكن نضيف عليها كمان الحروق القديمة اللي بتعمل علامات مهدي الالتهاب احنا هناخدها تحت باند الالتهابات اللي تحولت يعني فيه بقع الزيت يعني انا معلش يكمل هالك دي ازاي ترتشت الزيت ترتشت الزيت دي طبعا ستات مصر كلها تعمل لك كده ترتشت زيت ترتشت زيت في الاول حمرة وبعدين قلبت لبني بزات الفرن وبتاع في بزان حزناتنا كلنا والله اللي يعني بتاع اللي يعني بيشتغلوا في البيت انما اللي مهم في الموضوع انها لو بقع بقع ترتشت بيتمتدي او لا ممكن ترتشت تعمل فقفوقة يعني لو فيه فقفيق وقلبت بعد كده قلبت بني يبقى هي دي تنبعارفين هي كانت ايه الاول ولا تلعت زيت خلاص يبقى احنا عملنا البرنامج اللي جاي ده في الكاب دي ايه اللي جايين عشان الناس تعرف تعالج المشكلة دي ومحدش يقولها تاني ولا يشتك منها اول حاجة بيه دكتور يبا نمرة واحد طلع بني من الاصل طلع بني من الاصل هي حتتين ملهمش تالت اللي هنا الرقبة سعدت سودة اوي 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 والوش الكلف الكلف اشهر اشهر في الصمر اللي هما ذوي البشرة الصمر انما الكلف دلوقتي بقى بيتحسن اوي 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 بيه بقى اه فحنبتدي وده اسهل حاجة فيهم يعني اسهل حاجة فيهم اه بقى خلينا مش حاجة 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 لأخبار اوكي ولو هي طيب لو بتاخدوا قراس من الحمد دروا يتغير نوحها لان هو سبب من اسباب الكلف دمية المية طيب طيب بيزيد في نهاية اليوم من تعرضها للشمس بيزيد وهي قعدة بيزيد بتلاقي فيكم تراست جامع اه وهي تحت الاضاقة مع النور بيزيد لما تقف قدام الفرن والبتجاز التلت اسئلة دول مهمين طيب قالوا لك اه 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 يبا حنحط الصونسكرين واحنا ضروري يكون اه في حاجة اسمها اه واحد من اتنين لفوتو ديرم سبط وتحطه كل يوم ما تملش ارجوها ما تملش هك قلت مرة حتى لو بركبة عربية في ازاز العربية وسخونيته بيزيد اذا لو هي عندها الكلف ولو هي بتاخد اه حبوب من الحم تغير النوع الاول ولو الكلف ده بيزيد مع اي نوع من الحرارة ان كان نور او اضاءة او شمس او فرن تاخد الفوتو ديرم سبط كل يوم او الدي بي ديرم في الدي بي ديرم اس بي اف كل يوم كل يوم لا بيبقى بالليل احسن ولا لو هي خارج صبح وبالصبح وقوة ويفتكروا انها لو مش هتنزل ما تحطوش لا خلاص ده سيستم لا بس تقديم معلومة بردو اه